من على موقع او جردة الانباء وبعنوان رئيس لجنة الاسكان البرلمانية لجردة الانباء بعنوان تعديل قانون الاجارات القديمة سيصدر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية اكد رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب المصري مهندس سعد الدين حمودة ان التعديلات الجديدة على قانون الاجارات الوحدات السكنية المعجرة وفقا لقانون الاجارات القديم سيصدر عن البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية وقال حمودة في تصرحات خاصة للأنباء إن التعديلات لن ترهك أي مستأجر ماديا أو اجتماعيا مضيفا إنه من ربع مستحلات أن يتم طرد مستأجر واحد إذ لم يتم التوافق على زيادة الإجارات واستكون زيادة أو زيادات تدريجية سنوية لتصل إلى المستوى المطلوب دون أن يشعر المواطن بأي أعباء مالية ترهكه ماديا أو اجتماعيا وأكد إن التعديلات لن تكون معبرا أو معبر لعودة خلقه الرجل أو الحصول على مقدمات مالية للتأجير ولن يلغي على الإطلاق نظام التأجير للوحدات السكنية وأكد كمان رئيس نجلة الإسكان أن التعديلات الجديدة لقانون الإجارات الأديمة سيضع حدود قصوى للزيادات المقترحة والالتزام بأن تكون زيادات متدرجة وسنوية حتى الوصول إلى المستوى الإجار المطلوب وأن أي زيادة متدرجة سيتم تحددها بالنسبة من مرتب المستأجر وأكد مهندس حمودة كمان أنه لا توريس على الإطلاق لعقد الإيجار وأنه من المطاقة أن يتم النص على ذلك في عقد الإيجار كبديل للتبادل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين وأوضح أن التعديلات قانون الإيجار القديم سيسهم في فتح ملاكل عن عشرة ملايين شقة مغلقة فورا وهو ما سيضعف من حجم المعروض من الوحدات السكنية ده كان تصريح للإيس نجلة الإسكان طبعا في ميجرة النواب وطبعا المهندس سعد الدين حمودة واللي قد لها بهذه التصريحات لجارة الأنباء نتمنى إن شاء الله في نهاية حلقتنا أن طبعا مصر القانون يكون عادل بين كميع الأطراف سواء ملاك أو مستأجرين وإن شاء الله يكون خير على الجميع وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته